الشعير مفيد لمرضة السكرية والسيطرة على مستوى الكوليسترول والخسارة الوزن والحماية منها شاشة العظم وتقوية شهاز المناعة والحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز صحة القلب وتحسين مظهر البشرة والحماية منحصها المرارة كثير كثير له فوائد نغسل الشعير بعد الغسيل نضع ماء من الحنفية أو من الصنبور ونتركه خمس ساعات تحت النقع ننقعه لمدة خمس ساعات وهيك بعد خمس ساعات نتخلص من الماء ونوضع ماء جديد يفضل ماء ساخن ونعمل قطع الزنجبيل نكشره ونغطع ونوضع قطع الزنجبيل ونتركه يغلي لمدة خمسة عشر دقيقة وهيك بعد خمسة عشر دقيقة نفصل الماء ونضع قليل من اللمون حسب الزوغ الكمية وقليل من الملح الكمية حسب الزوغ ونحرك جيد طبعا نتركه يبرد بعد ما يبرد نقدمه نضع حبوب الشعير نضع مقعبات الزلج قطع الليمون قطع الزنجبيل وممكن نوضع نعناع هو طيب بالنعناع أيضا وهيك بنقدمه هو كتير كتير مفيد وأنا بتمنى أن تقرؤوا عنه كتير 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 هو روعة والتخزين في التلاجة في أمان الله تزلونا بصفة جديدة تمنى الاشتراك بالقناة إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة